أسلام ومرحبا بكم خلال هذه الحسة سوف نرى عكس نظريت بيتاغور كحسة ثالثة من هذا الدرس العلاقات القياسية في المثلث القائم قبل الحديث عن عكس نظريت بيتاغور وجب التذكير بنظريت بيتاغور نظريت بيتاغور المنطلق هو مثلث قائم الزاوية إذن انتلاق من مثلث قائم الزاوية نرى أن قيس الوتر قوة 2 يساوي الظلع الأول قوة 2 زاد الظلع الثاني قوة 2 يعني مربع الوتر هو مجموع مربعي الظلعين الآخرين هذه هي نظريت بيتاغور في حين عكس نظريت بيتاغور سوف ننطلق من مثلث ما إذا توفرت فيه شروط يصبح بالضرورة مثلث قائم عكس نظريت بيتاغور المنطلق هو مثلث ما سوف نبرهن في الأخير وهو مثلث قائم إذا توفرت فيه هذه الشروط ما هي هذه الشروط؟ وهي في هذا المثلث إلى حد الآن أقول مثلث لم أقول مثلث قائم عندما يكون لنا ظلع أو قيس طول ظلع قوة 2 مساوي لمجموع مربعي الظلعين الآخرين هذا المثلث لن يكون سوى مثلث قائم الزاد عكس نظريت بيتاغور المنطلق هنا هو مثلث ما سوف نبرهن في الأخير أنه مثلث قائم إذا توفرت فيه هذه الشروط هذه الشروط هي إذا توفر فيه ظلع حيث مربع طول هذا الظلع مساوي لي مربعي الظلعين الآخرين فهذا المثلث لن يكون سوى مثلث قائم هذه هي عكس نظريت بيتاغور ننطلق مع هذا النشاط حيث يقول ابني مثلثاً A B C حيث A B يساوي ثمانية سنتيمتر و A C يساوي ستة سنتيمتر و B C يساوي عشرة سنتيمتر تثبت باستعمال المنقلة بأن هذا المثلث A B C مثلث قائم وحدد قمة الزاوية القائمة نمر الآن أولاً إلى البناء بناء هذا المثلث حيث لدينا أضلاعه الثلاثة أمامنا ستة وثمانية وعشر لدينا قيس طول الظلع A B هو ثمانية سنتيمتر وبالتالي أبدأ برسم قطعة مستقيم A B قيس طولها ثمانية سنتيمتر باستعمال البركار أضع إبرة البركار على النقطة A وأقيس فتحة قيس طولها ستة سنتيمتر وأرسم هذا القوس الدائري الأول ثم أعود إلى النقطة B وأضع إبرة بركار على النقطة B وأفتح فتحة قيس طولها عشرة سنتيمتر وأرسم القوس الدائري الثاني وبالتالي تقاطع القوسان الدائريان عند هذه النقطة هذه النقطة تبعد على النقطة A ستة سنتيمتر وعلى النقطة B عشرة سنتيمتر وبالتالي هذه النقطة C AC تساوي 6 سنتيمتر وBC يساوي 10 سنتيمتر ومن البداية أخذنا AB يساوي 8 سنتيمتر هذه هي كيفية البناء بقي لنا أن نتثبت بأن BC قوة 2 يساوي AC قوة 2 يساوي AB قوة 2 وهذا هو مفتاح عكس نظري بيتاغور BC قوة 2 يساوي 100 AC قوة 2 يساوي 36 AC قوة 2 يساوي 64 64 زاد 36 يساوي 100 وبالتالي لدينا هنا أحد الأظلاء قوة 2 يساوي هذا الظلع قوة 2 زاد قيس طول هذا الظلع قوة 2 وبالتالي عندما نتثبت هنا باستعمال المنقلة سوف نرى أن هذا المثلث هو مثلث قام الزاوية حتما في النقطة A هنا رأس تمت عفوا قمة الزاوية القائمة هي النقطة A هذه الزاوية مقابلة للذلع الأطول BC وهو الآن يسمى وتر بما أن المثلث الآن هو قائم الزاوية قائم الزاوية في A مقابل لأطول ذلع وهو الوتر وبالتالي هذه هي عكس نظريت بيتاغور عفوا عكس هذه النظرية تذكرة إذا كان مربع طول ذلع في مثلث مساويا لمجموع مربعي طولي ذلعي الآخرين فإنه عفوا فإن الزاوية المقابلة لهذا الزلع تكون قائمة أي إذا كان MNP مثلثا حيث البعد MNPQ2 هو مجموع مربعي MNZ MNQ2 ZNPQ2 فإنه قائمة الزاوية في N هنا الزاوية القائمة N مقابلة للذلع M P وهو أطول ذلع وهو الوتر نمر الآن إلى التطبيقات أطبق نعتبر مثلث A B C حيث A B يساوي ثلاثة سنتيمتر و C يساوي أربع سنتيمتر B C يساوي خمسة سنتيمتر بين أن A B C مثلث طائب سوف نلجأ إلى عكس نظريت بيتاغور هل لدينا أحد أضلاع هذا المثلث التي توفر هذه الشروط أحد أضلاع قوة 2 يساوي قيس طول الذلع الأول عفوا الثاني قوة 2 زاد قيس طول الذلع الثالث قوة 2 وبالتالي لدينا B C قوة 2 يساوي A C قوة 2 زاد A B قوة 2 25 ونساوي 16 زاد 9 وبالتالي عكس نظريت بيتاغور تعطي أن هذا المثلث قائم الزاوي وقائم الزاوي بالتحديد في النقطة A لأن الوطر هنا هو B C نمر إلى التطبيق الموالي لدينا وضعيات لمثلثات سوف نبين أي المثلثات القائمة من بين هذه المجموعة من المثلثات الحالة الأولى مثلث أقسط أذلعي ثلاثة أربعة وخمسة لدينا هنا 5 قوة 2 يساوي 4 قوة 2 زاد 3 قوة 2 وبالتالي لدينا ذلع مربعه يساوي مجموعة مربعي الذلعين الآخرين وبالتالي هذا المثلث قائم الزاوي الحالة الثانية مثلث أقسط أذلعي ثلاثة عشر اثنى عشر خمسة لدينا ثلاثة عشر قوة 2 يساوي اثنى عشر قوة 2 زاد خمسة قوة 2 ثلاثة عشر قوة 2 يساوي 169 يساوي 144 زاد 25 بالتالي هذا المثلث قائم الزاوي الحالة الثالثة مثلث أقس طلق 25 و27 و23 نلاحظ أن 25 قوة 2 يساوي 625 و7 قوة 2 يساوي 49 و23 قوة 2 يساوي 529 وبالتالي 625 مخالف لي 529 زيت 49 وبالتالي هذا المثلث ليس بمثلث قائم الزاوي الحالة الرابعة مثلث أقص أضلاحي سبعة وثمانية وستة لدينا هنا ثمانية قوة ثنين مخالف لي سبعة قوة ثنين زاد ستة قوة ثنين وبالتالي هذا المثلث ليس قائم الزاوية الحالة الخامسة مثلث أقص أضلاحي ثلاثة وسبعون ثمانية واربعون وخمسة وخمسون نلاحظ أن ثلاثة وسبعون قوة ثنين يسوي خمسة ألاف وثلاثم 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 وعشرون 48 قوث 2 يسوي 2304 وهنا لدينا 55 قوث 2 يسوي 3025 لدينا هنا 37 قوث 2 يسوي 48 قوث 2 زائد 55 قوث 2 وبالتالي هذا المثال فقام الزاوي الحالة الأخيرة مثالة أقيسة أضلاعه جدد تربية 15 7 و 8 لدينا 8 قوث 2 يسوي 64 و 7 قوث 2 يسوي 49 و جدد تربية 15 و 2 يسوي 15 لدينا 64 تسوي 49 زائد 15 وبالتالي هذا المثال قام الزاوي وبالتالي أنهينا مع هذه الحصة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء